أطلق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خطة إعادة إعمار وتطوير لمرفأ بيروت بدعم فرنسي وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي إن إعادة إعمار مرفأ بيروت يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني رغم أخطار المرحلة التي تمر بها البلاد تزامنا مع استمرار ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على لبنان من بوادر الأمل في هذا الزمن الصعب الذي يمر به وطننا تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المتواصع على لبنان أن نلتقي مجددا اليوم هنا في حرم مرفأ بيروت لنطلع على مخطط إعمار وتطوير مرفأ بيروت بعد أربعة أعوام من انفجاره المزلزل أما في مخصة جريمة المرفأ فأنا أتطلع إلى استئناف التحقيق في ملف الإحقاق الحقي والعدالة ختاما لنواجد النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة أعماره ونفض غبار الحرب عنه طبق أولوية وطنية واقتصادية إذن للتفاصيل حول هذا الموضوع معنا الآن مباشرة من صيدة مرسلتنا سارة شحادي أهلا بك سارة إذن هذا تصريح وإعلان لافت من نجيب ميقاتي والموضوع يتعلق بإعادة أعمار مرفأ بيروت هنا نعم رامي اليوم كان لافتا إطلاق وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت طبعا برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مخططا لإعادة أعمار وتطوير مرفأ بيروت وذلك ضمن خطة التعافي وإعادة تأهيل المرفأ السفارة الفرنسية ساهمت في وضع استراتيجية لإعادة تأهيل المرفأ بما يتناسب مع القدرات المالية للدولة اللبنانية ومن المفترض أن يتم بناء رصيف جديد مكان الرصيف تسعة الذي تدمر بيئة الكامل بانفجار أربع آب وأيضا إنشاء منطقة لتخزين البذور بالإضافة إلى مساحات مسقوفة بيئة الألواح الشمسية من أجل تزويد المرفأ بيئة الطاقة بالنسبة لكلمة نجيب ميقاتي تحدث في كلمته بأن إعادة أعمار المرفأ هو أولوية وطنية واقتصادية لأن مرفأ بيروت يعتبر شريان أساسي وحيوي على البحر الأبيض المتوسط وشكر فرنسا على دعمها لهذا المخطط من أجل دعم الاقتصاد اللبناني وأن هذا المخطط سيبدأ تنفيذه بأسرع وقت ممكن من خلال إن كان المساهمات الخارجية أو حتى من خلال إرادات المرفأ فيما يخص التحقيق في جريمة انفجار المرفأ أكد ميقاتي على ضرورة استئناف التحقيق من أجل الوصول إلى العدالة بالنسبة للسفير الفرنسي أيضا في كلمة له قال أن مرفأ بيروت أساسي للبنان ولاقتصاده ويشكل مصدر دخل أساسي للدولة اللبنانية ويساهم في نمو البلد لهذا السبب أراد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون دعم لبنان ودعم المرفأ بالنسبة للإهراءات التي دمرها المرفأ قال بأن الدراسة لم تشملها لأنهم لا يملكون القرار بشأن هذا الموضوع هذا أبرز ما حصل اليوم في هذا الاعتفال من أجل تأهيل المرفأ شكرا جزيلا لك سارة على كل هذه التفاصيل والمعلومات إذن كانت معنا مباشرة من صيد مرسلتنا سارة شحاد